موسيقى 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 احنا فهمشنا والتطوع لكن ينقربوا يعني فابور انت بغي تدوزين فابور مكينتاشي حاجة فابور مكينلا فلوس له ولو موسيقى الا ان هذا المندوب رائل اخر انا والله لحشي متنجوبك موسيقى واحد بغي يعطيك يد المساعدة مجانا يدوز للناس ويفتح ليهم في سبيل الله والسيد المندوبك يقول لك لا محتاجينش لهذا المساعدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 15 سنة في القطاع العام و15 سنة في القطاع الخاص ما يستهويه وما يتمناه ان يساهم فروح المواطنة التي تحلى بها من اجل الوصول الهدف الذي يتمناه اي انسان هو الرقي بالقطاع للصحة في المغرب انطلاقا من تخصص دياله دكتور محمد فكر بدأ بطريقة ممنهجة من اجل انه يساعد الفقراء ويفق المستطاع يتمنى كل شهر ان يشرف على تتبع الناس في هذا المجال المغاربة لم يفعلهمش يقول محمد حوالي 1500 او 2000 الى كتاب تيفشر دوز لفامور الخطوات الاولى في الايطار القانوني والمنهجية دير الصحة في الموضوع منطلق من المشروع الذي يقدم سيد وزير الصحة فلم يتوانى ولو لحظة بدأ بوحدة منهجية انه يساهم في هذا الاطار اجر مع رب العالمين ناقش الموضوع مع المدير الجهوي المدير الجهوي لم يتوانى ولو لحظة انه يرحب بالفكرة هذا تزاد قوة عند دكتور محمد لكي يوصل الهدف ولكن المساطر فيها اجراءات يجب كذلك اخبار المندوب هنا ستوقف لأمور المندوب له رأي آخر مشاهدين الكرام قصة صعبة تبعوا معايا تكلمت عليك ادويت على المساطر المهني ديلك دكتور محمد الله يوفقك كيف شفتي هذا القرار الوزاري اللي بدأت سيد الوزير اللي هو واحتلاءهم او الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل الوصول لواحد المستوراقي في الطبيب عندنا انا كنقشو الاختصاص ديلك اللي هو انت جراح في طيب العيون بزياد بدأتين خطوات الاولى بدأتين المشروع شفتي بالسيد المدير الجهوي تفاعل معك بشكل كبير وصلت عند المندوب وي صدمك عودية من الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله انا طبيب اختصاصي جراح في طيب و جراحة العيون منذ ثلاثين سنة خمستاش سنة في القطاع العام وخمستاش سنة في القطاع الخاص وارتأيت بان هناك نقص حد في القطاع العام وبغيت نعاون الشعب ونعاون الناس ديالنا ديال المواطنين لان هناك خصاص موهوين في القطاع وبغينا نعاونهم باش نقوموا بعدة فحوصات طيبية مجانية في طيب العيون وكذلك عمليات جراحية لان الناس هناك نقص حد والناس محتاجين لهذا الجراحة والتطبيب قمت لوقت طول لولا مشيت عند السيد الموديل الجيهوي اللي رح بالفكرة وقال لك ما كنت تتموش كذا عرصة العين يمكن لك تقوم بالمهام ديالك ولكن خلصا نشوفه والسيد المندوب المندوب اللي كين في في الجيهة اللي في أنا العيادة ديالي مشيت عنده حبيه ولكن قال لك السيدي هاد الساعة ما محتاجينش البرترناريا مع القطاع الخاص وهذا شكل لي صدمة كبيرة لانا أنا ما كنتش كنت نتاظر هاد هاد أرضة الفعل ديال هاد السيد المندوب خاصة ان هناك نقص حاد في الطبيب هناك مواعد كثيرة كتمشي تلسة شهور باش الناس يدوزوا الناس طبيبا كينا طبيبا واحدة ديال العيني اللي كتجي تدوز خطرها خطرها وعندها صحة علاقة بالحال وما كتجيش ديما دونك وما كتفتحش دونك الناس بقوا الضايع والناس كيجيوا عندي العيادة ديالي الخاصة كي كي سولوني وكي كي مساكن محتاجين واذا كي الله غالب أنا قمت بهذا البادرة باش نعاون الناس باش نعاون الساكنة اللي فين كينا العيادة ديالي باش نكون عند حسن حب هنا هنا سؤال باش نشوفه الأمور كما يجيب انت تقدمت بعض المقترح وانت هاتش اللي بغي تدير واش تطوع منك وليكن فيه ربح هذا تطوع هذا تفاعل مع الناس مع الناس المحتاجين قلت أنا عندي ما صار ديالي دي 30 سنة علش ما نعاونش نساهم شوية ما فالناس محتاجين نساهم معاهم ونعاونهم مساكن باش ميبقوا باش ميبقوا مش مراب لانا محتاجين بزاف وهاد الاحتياجات كدتجلة في المواعيد البعيدة 6 شهور عام والناس مبغيين يفتحو ما كيينش وكيين المستشفى جامعي واحد هو ديال عشان غشت لعليه الضغط كتير ضرب بيدة تبارك الله كبيرة والناس كين الساكنة كبيرة لانك قلت علش ما نعاونش هاد الناس عادي معاك السؤال باش نرى العام مش سوعة احنا عفهم لاش نوالتطوع ونقربوا يعني فابور انت بغي تنزيل فابور ما كينتش حاجة فابور ما كينلا فلوس لا والو فلوس لما مساكن الناس ما عندهم مش هاش هنا سيد المندوب هاد الجواب اللي قال كينت تطرح السؤال ما عادي يقولك غتقول لابدي علش كيفاش انت محتش وانت ولد وقيت فاهمه عرف ابعاده غديتواجه هاد كلام ما تقول الناس رأى الله اللي عن بيومنا ما كين رأى طبيب وحده وما تجين شوما رأى يضع وانتبارك الله هاد الدار بيده هاد الملايين هاد الناس باش غي يجوبك ولي هاد المندوب جاوبني وقلت لي لغا تجاوبني كتاباتا قال لي لا تسعى ما محتاجينش من بعد انا غا نجمع لك الناس ويجي تفتح ليهم وصافي قلت لي هلا ما يمكنش الناس خصهم تدوز دوز ليهم معا تفتح ليهم جاوبني قال لي بان اسي دي حناية ها هو الجواب قال لي بان ما محتاجينش لهات الساعة الاتفاقية ولا شارع كما بين القطع الخاص القطع العام وهذا الشي كيف اجعني وصدمني لانه حقيقة هذا الشي كيصدم ما 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 معولش باش نسمع الكلام بحال هذا والسيد لوزير والسياسة الوطنية باينة في هذا المجل وقيت اللي تواصلتي معايا وعطيتني هذا الكلام انا اللمني انا اللول شخصيا بحث في الموضوع ما امكن ونلقى القرار دي للوزير وهذا مشاهدين الكرام يتنوى الرأي العام اكثر في الموضوع وبناء المخطط الصحي الفين وخمس وعشرين الذي يسطر الخطوط العريضة استراتيجية صحية وطنية بمفهوم مبتكر يستقي مصداقيتها من دستور المملكة الذي رسخ لمبادئ المشاركة والتشاور مع الفراقاء يعني اصلي الشراكاء كذلك في تغطية وتدبير الشئ العام والاسهام في روح المواطنة تميث اتفاق يدار الا ان هذا المندوب رأي عام اخر انا والله لاحش متنجوك منطي رقم هذا القرار هذا بحث في هذا الموضوع ولقيته وممكن نسيب حتوته مطابعة غير قوى هذا القرار السيد الوزير من الطبيعي جدا انك انت اترجع عند المدير الجهوي تفاعل معك المندوب له رأي عام اخر كيفاش كنتشوف الامور المندوب الجهوي التفاعل معي الله يجزي بيخير قال لي ممكن تشموش كلا دكتور احنا محتاجين الكفاءات ومحتاجين القطاع الخاص يعاونونا في القطاع العام ممكن نشوفو اذا اختراح اخر ممشي من دوب اخر انا هذا شيء ضمن لان الساكنة ديال فين هنا وفين الناس هناك نقص حد ومهول في الطبيب سيغطر جراحات وفحص العيون هناك لا فهمت ما هذا السيد هنا سيكون سؤال سيطرح الناس ودور سيطرح معك سيطرح سيطرح لك لماذا لا تستطيع تذهب في العيادة لك هنا هناك الجواب والذي صحيح يقول لي ان الجراحة صلاة امكانيات ماطاريات يكون مستشفى كبير هذا الاشكال اللوجيستيك تكلم لي الاشكال هو في اللوجيستيك لا يمكن نخلط القطاع العام والقطاع الخاص القطاع الخاص بوحده والعيادة عندها قوانين ديالها وعندها الناس ديالها اللي كي يجي ومحدودة والقطاع الخاص والقطاع العام هناك الناس يكونوا كثير وخصهم الفضاء واسع وحد اللوجيستيك وحد الماطاريال والإنسان وخصوح الناس يكونوا بكثرة باش الامور تزيز مزيانة السبيطار دابا المشكلة هي هاد السبيطار هذا فيه جميع الإمكانيات عنده قسم الجراحة وعنده قسم الطبيب قسم مجهز ولكن اللي غري يخدم ما كينش هاد 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 مشكل كبير كيعانو من السكان ديال 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 المنطاقة من التواصلتي معايا كان عندي معاك واحد سوى الف قبل في الهاتف وسولتك قلت لك هاد روح المواطنة قلت لي لو دينا شحال هادي وانا كنت كنساعد شوية دابا قلت لي يا انا كبرت وكان واحد قبل ما توفى الام ديالك وصرتك على الدرويش وقلمك ياك وقلت لي انا ندوزت ندوزت الفين في الشر ما نجيش المشكل مساهمة من روح المواطنة من روح التفاعل مع مع السكان ومع الناس المساكن اللي محتاجين دوق الإنسان خاصه يحاول يعطي المكسيموم اللي قدر يعطي لأن الدنيا فيتب اللي فيها ودوق الإنسان خاصه يقوم بالعمل للخير ويعاون يعطي يد المساعدة لسي الناس المحتاجين دكتور كانت من لك توفيق الله الكرام كما تبعتم معنا هذا هو واقع الحال كانت بكل مقيس بعض القرارات طائشة سيد من دوب تختي هذا القرار رديت فيه تدنوب لما لا الإسهام في روح المواطنة وهناك أوامر جلالة الملك في هذا الشأن هناك كلمة تفضل هناك كلمة نكمل شكرا الكلمة اللي بغيت نقول هو أن بس باش تلقى طبيب دي القطاع الخاص ويجي يسمح في الوقت دياله وفي المهام دياله ويجي يساهم في القطاع العام راه قليلة بزاف راه ما تلقاهاش إذا ما نقول شمونا عادمة لأن إذا طلعت على آراء ديال أطباء شحل من طبيب سوولته في القطاع الخاص كنقول لي هو جي تساهم في القطاع العام كيبقوا يضحكو كيقول لك ما عندناش الوقت لهذا الشي ما يمكنش كيقول لي يا واش انت جرأتي ومشيتي وقلبتي قلت له مياه أنا جرأت ومشيت وقلبت وحاولت نساهم ولكن الناس بغوش يعطوني يد المساعدة بعد بسؤوني الله يهدي ومد المندوب هذا لي ما بغش يعطيني يد المساعدة ما فهمت هلاش بغش يد المساعدة واحد بغش يعطيك يد المساعدة مجانا يدولت للناس ويفتح لهم في سبيل الله والسيد المندوب يقول لك لا ما محتاجين لهذا لهذا المساعدة هذا شيء مؤسف جدا وقبل تذكرت حاجة اخرى قلت لي انا في مخص المصحة الخاصة على رب يغاني مشي قلت لي اموال الطائلة قلت لي انا كبرت ولداتي درت لي ليا بغيت ندير الخير بغيت ندير الخير في الناس رغم ان معلش الوقت والمصحة الخاصة انا تبارك الله كنتمشي شكرا لك والله يقبل اجرك انتر انما الاعمال بالنيات انتر حسن رديتها والطرف الثاني بنوع الله مشاهدنا الكرام كما تبعتم معنا هذا هو وقع الحال وهذه رسائل قوية ننوجه لتهم لأي احد ولكن لتبي الحقيقة نصل الرسائل واتخاذ متعين اكتر في الموضوع سيد وزير لك منهجية محكمة مسؤولية صعبة واقع الصحر في المغرب انتعارفوا كنتبعوا مجموعة من الخطوات جالك تمشي مجموعة من المراكز المستشفيات توقف على مجموعة من الأمور اللي هي شيء انعو خالش لنقول قليل ايجابي تلقى في المستشفى وسيلبيات ومكتر اشكالية كبرى ولكن الى تفروع انه مثل هذا النماذج هذا طبيب نموذج دار اللي عليه بغي يضحي وتصور معي السيد الوزير الصحة انا كنت تكلم معك بشكل مباشر الى عندك في الدار بيضاء عشرات لأطيباء عشر بحال هاد السيد كل وقت يقولك انا بغيت ندوز بين 50 60 70 تلمية المجموعة سيعطينا 2000 مغانساهموش ويكون أطيباء في تخصص اخر مغادش يكون عندنا واحد الرقي في الصحة لإشكال الكبير ليس من هو في محط صنع قرار سيد الوزير لكل متتبئ بعض الخطوات الإيجابية اللي يقدير ولكن بعض الجنود موضوع النقاش منك نقوله الجندي لو مواصفات خاصة إلا أن البعض لو نائي آخر الطبيب كان دكيا لأنه تعمل إداري وهذا هو الجواب دياله خط يدي دياله وهي وثيقة وإحنا الإشارة أنك تشوف هذا الجواب قال إحنا ما محتاجين هل هو جواب في نوع من الاستهطار هل هو جواب موضوعي هل هو جواب مسؤول والضرب يدف هالملايين ونسبة الفقر مسألة معروفة لماذا يأخذ هذا القرار بهالطريقة لأن السيد الوزير أولا لو تم تفعيل مجموعة من الخطوات مثل الاقتراحات التي يجعل هذه الناس ما كان الوضع الصحي اليوم يكون فضل الوضع هذه مسألة الأولى مسألة الثانية النداء كذلك للسيد المدير الجاوي أرجوك لك سلطة علم من دوب طبيعي اتخذ المتعين أكثر والدول الآجر مدام هذا السيد هذا جاب الباراء التام يتكلم بروح المواطنة بدون مقابل يريد المسامة من أجل علاج مجموعة من ناس ما في حالهم ما عندهم الإمكانيات علش نحرموهم وهذا هو واقع الحال مشاهدين الكرام نحن نتتبع هذا الموضوع وسوف نوفقكم دائما بالجديد فيما يخص حيث هذا القضية أرجوكم حتى تعوم الفائدة ببرتج هذا الفيديو على نطاق واسع ولم لا أن يشوفوا السيد الوزير لاتخاذ المتعين أكثر وللبحث بنزاه في هذا الموضوع هذا السيد لا تكلم مفراغ القرار ديلك السيد الوزير قدامنا والتوقيع دي المندوب قدامنا والشكر لشهد هذا تحقف السيد المدير الجاوي السيد المدير الجاوي من طبيعي أن يحترم الأعراف أنه خل المهم يشوف كذلك السيد المندوب رغم أن المدير الجاوي يطرأس المندوب ولكن المندوب موضوع النقاش هذا القرار قرار قاتل حرمتي به الناس كلمة الأخيرة مع الدكتور ونختم بغيت نشير حاجة أخرى هي أن المدير المستشفى رحب الفكرة قال لي مع الأسف كيف هذا المندوب لا يريد أن يقبل أن يسميته لدينا خصص ليس هو لدينا خصص كبير في الصبيعي على هذا كيف لا يقول لك لا يقبل لدينا لدينا لم يفهم لدينا الله يوفقك دكتور مشاهدنا الكرام شرحوا الواضحات من المفضحات مشاهدنا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم 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 شكرا لكم